عنوان سفراء الدول الاستعمارية يحاربون السلطان عبد الحميد لم يكن سفراء الدول الاستعمارية في الدولة العثمانية يقومون بأعمالهم الدبلوماسية كما تقطي الأعراف الدبلوماسية المعروفة والمعمول بها في الدول الأخرى لقد كانوا يعلمون أنهم مندوبون ساميون يقومون بمهمتهم في دولة توشك على الانهيار ويعاملون السلطان وحكومته معاملة عليائية عندما أصبح من المعروف أن الدولة في طريقها إلى الانهيار وكان كل سفير أو قنصل يسعى جاهدا إلى كسب الأنصار وبسط الحماية على الطوائف الدينية والحصول على الامتيازات التي تؤهله لتدخل في شؤون دولة الداخلية على أمل أن تحصل دولته في المستقبل على أكبر غنيمة من إرث الرجل المريض الذي يشرف على الموت وفي الوقت الذي كان اليهود يعيشون في بحبوحة من العيش في ظل الدولة العثمانية كان اليهود الآخرين يقاسون في روسيا القيصرية وغيرها من الدول الأخرى من جراء نشر الأفكار اللاسامية التي تدعو إلى طهاد اليهود وذبحهم ومصادرة أملاكهم وتهجيرهم من بلادهم وذلك كله كان يحدث ضمن مخطط مرسوم من الدول الاستعمارية التي كانت تتخذ من ذلك وسيلة لتنفيذ المشروع الصيوني في فلسطين بالإضافة إلى أسباب داخلية دينية واقتصادية وأكثر تلك النظريات فجاجة هي النظرة العنصرية التي قوامها أن اليهود عنصر شرير يدبر باستمرار لإفساد البشرية والسيطرة عليها مستغلاً المال والجنس يسيطر في الخفاء حتى يتمكن فيسيطر في العلن وتستند تلك النظرية إلى ما يسمى بروتوكولات حكماء صيون وتستمد الكثير من الحجج من مستنقع نازية وهذه النظرية تتناقض تماماً مع قيم الحضارة الإسلامية التي قامت وازدهرت تحت شعار لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والتي رفضت بصفة عامة المفاهيم العنصرية إن المسلمين والعرب لم يروا في اليهودية عنصراً وإنما رأوا فيها ديناً من الأديان السماوية لمن يعتنقه ضمانات وفرها الإسلام وقبل ظهور الإسلام اعتنق فريق كبير من عرب اليمن شريعة موسى وكانوا وغيرهم من العرب اليهود تكذيباً صارخاً لدعوى العرقية الصهيونية التي تزعم أن اليهود جميعاً ينحدرون من الأصباط الاثنى عشر وحين طرد الإمبراطور الروماني طيتس اليهود من بيت المقدس لجأ عدد كبير منهم إلى مصر وإلى الجزيرة العربية ثم عاد اليهود إلى القدس بعد ذلك بحوالي ستة قرون حين حررها العرب من حكم بيزنطة حين احتل الصليبيون المدينة المقدسة أعملوا التذبيح في المسلمين والمسيحيين وطردوا منها اليهود ولما حررها صلاح الدين عاد أهلها من اليهود إليها خلف جيش البطل العربي الكبير ملاحظة صلاح الدين الأيوبي بطلاً مسلماً وهو كردي وليس عربياً إلا إذا كان قصد إسماعيل صبر عبد الله الذي أخذنا منه هذه الفقرة أن كل من تكلم العربية فهو عربي نعود للسياق وفي الوقت الذي كانت فيه أوروبا في العصور الوسطى تحاصل اليهود في أحياء لا يخرجون منها تسمى جيتو وتفرد عليهم صنوفاً من الاضطهاد كان الفكر اليهودي يزدهر في بلاد العرب وتنمو الفلسفة اليهودية مقتفية أثر الفلسفة الإسلامية على منهج المتكلمين أولاً ثم متأثرة بفلسفة الإسلام الكبار وأكبر الأسماء في تاريخ الفلسفة اليهودية حتى العصر الحديث كانت بلا أدنى شك اسم موسى بن ميمون تلميذ بن رشد وطبيب صلاح الدين ويوسف بن سعيد الفيومي المشهور عند اليهود باسم سعادية وكانت المدارس الدينية في الأقطار العربية وفي مقدمتها مدرسة سورة في العراق منارات الفكر اليهودي وكان معلمها يؤلفون بالعربية وبالعبرية على حد سواء وأخيراً حين قرر ملوك إسبانيا والبرتغال طرد اليهود من شبه الجزيرة الآيبيرية بعد أن طردوا العرب المدجنين والمستنصرين لجأت غالبية اليهود إلى الأقطار العربية في شمال أفريقيا حيث كانت تسامح الإسلامي في الوقت الذي كانت محاكم التفتيش فيه ترهب كل أوروبا ولم يكن من قبيل الصدفة أن يتوافق نشر الأفكار السامية والعنصرية ضد اليهود مع نشر الأفكار الزيونية ولعل من أشهر تلك الأحداث إثارة ضد اليهود هي فرية الدم نقل الفرية التي كان يروجها المستعمرون لإثارة المسيحيين والمسلمين ضدهم ليحاربوهم ويطهدوهم ومن ثم يخرجونهم من أوطانهم فنخلق مشكلة يهودية لا يكون حلها إلا بالمشروع الصهيوني الذي بدأت ملامحه الاستعمارية تتضح عاما بعد عام وتعتبر حادثة دمشق من أهم الحوادث التي استغلها المستعمرون في هذا السبيل وحادثة دمشق التي حصلت عام 1840 هي الحادثة التي تهم فيها بعض اليهود في المدينة بخطف راهب وقتله لاستعمال دمه في تقوص دينية يهودية فرية الدم هذه التي كان اليهود يتهمون بموجبها بقتل أبناء الديانات الأخرى خاصة المسيحيين منهم لاستعمال دمهم في تقوص دينية كانت منتشرة بشكل خاص في أوروبا خلال القرون الوسطى حيث استغلت كمبرر للطهاد اليهود وإيقاع الأذابهم في أماكن عديدة تمكن مونتيفيوري من مقابلة السلطان والحصول منه على فرمان يكفل حماية اليهود وحرية معتقداتهم الدينية في كافة أنحاء الإمبراطورية العثمانية وتم ذلك بعد أن فحصت على حد ما جاء في الفرمان كتب اليهود دينية فوجدت خالية مما يبرر تلك الفرية وبعد أن اتضح أن التهمة التي وجهت إلى اليهود في دمشق كانت مكيدة دبرها المبشرون المسيحيون الفرنسيون في المدينة ولقد ازداد مع منتصف القرن التاسع عشر اهتمام دول الغرب بفلسطين خصوصا بعد أن عاد إليها الحكم العثماني سنة 1840 بمساعدة بعض الدول الغربية وبعد أن ترد منها محمد علي حاكم مصر الذي كان قد احتلها من قبل وتمثل هذا الاهتمام المتزايد في بناء عدد لا بأس به من الكنائس والأديرة خلال السنوات 1833 إلى 1914 تملكها طوائف مسيحية متعددة في أماكن مختلفة من فلسطين وافتتاح عدد من القنصليات الأجنبية في البلاد خصوصا في القدس ففي سنة 1838 افتتحت قنصلية بريطانية في المدينة للاهتمام بمصالح بريطانيا في فلسطين ومن ضمنها تقديم الحماية لليهود هناك عامة وهو ما أصبح عملاً رئيسياً للقنصلية خلال وقت طويل ويتضح من وثائق القنصلية أن هدفها من تقديم الحماية لليهود كان ذريعة تستطيع بريطانيا بموجبها إيجاد من تحميه في فلسطين لتتمكن من التدخل في شؤون البلاد الداخلية وتقوية مركزها أسوة بفرنسا مثلاً حامية الكاثوليك حتى أننا نرى القنصل البريطاني يقترح على الحكومة العثمانية الموافقة على أن يقوم اليهود بتقديم مظالمهم إلى السلطات بواسطة القنصلية إلا أن طلبه قد رفض ولكن القنصلية تتمكنت بعد ذلك على أي حال من إيجاد رعاية لبريطانيا في فلسطين من خلال الاستجابة بسهولة إلى طلبات منح الحماية التي كان يتقدم بها بعض اليهود من حين لآخر خصوصاً أولئك الذين كانوا قد فقدوا لسبب ما حماية دولتهم الأصلية وكان النشاط بريطانيا ملحوظاً في هذا المجال وذلك لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ ذلك المشروع الذي ما كان له أن ينجح إذا لم يكن لبريطانيا سيطرة وحماية على اليهود المهاجرين إلى فلسطين لتتمكن من تكثيف تواجدهم ومن ثم السيطرة عليهم حتى تنهار الإمبراطورية العثمانية فتنتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل تنفيذ المشروع الصهيوني ففي خلال الأزمة التي وقعت بين سلطان الدولة العثمانية وبين محمد علي والي مصر من عام 1839 حتى 1841 أخذ اللورد بالمرستون وزير الخارجية البريطانية وقت ذاك يرسل اتباعاً مذكرات إلى لورد بونسيني السفير البريطاني في الأستانة يطلب فيها من السفير أن يقترح على سلطان الدولة العثمانية السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين واستيطانها لأن اليهود قوم ذو نفوذ وقوة وثراء وسوف تستفيد الإمبراطورية العثمانية من الثروات الضخمة التي سوف يحملها اليهود معهم إلى فلسطين وأن اليهود يشكلون حاجزاً بشرياً في وجه محمد علي أو خليفته بمنعهما من تنفيذ رغبات شريرة يفكران فيها مستقبلاً فإذا أصدر السلطان مرسوماً يبيح لليهود الهجرة إلى فلسطين فإن مثل هذا المرسوم يشيع جواً ودياً نحو السلطان في الأوساط اليهودية في أوروبا وسيكون له أصدقاء النافعون في دول كثيرة الأمر الذي يعود بأطيب النتائج على قضية السلطان في نزاعه مع محمد علي والحق أن رسائل بالمرستون إلى السفير البريطاني في الأستانة بخصوص توطين اليهود في فلسطين قد تتابعت في سنتي 1840 و1841 وتبنى قضية يهود الدولة العثمانية رسمياً وأسس أثناء انهماكه في النزاع مع محمد علي سنة 1839 أول قنصلية بريطانية في القدس يشغلها نائب القنصل لحماية يهودها وإطفاء رعاية خاصة عليهم وانتهى به تحمسه لقضية اليهود إلى أنه أعلن في مذاكرة مؤرخة في الثامن والعشرين من فبراير عام 1841 أن بريطانيا مسؤولة عن تحقيق مشروع إسكان اليهود في فلسطين إن مجمل نشاطات مونتفيوري لم تسفر عن تحسن يذكر في أوضاع اليهود في فلسطين غير أن الفشل لم يكن من نصيب مشاريعه كلها ففي زيارته الرابعة لفلسطين سنة 1855 عرج على إسطنبول حيث قابل السلطان هناك للمرة ثانية وحصل منه على فرمان آخر سمح له بموجبه بشراء مساحة من الأرض في القدس خارج سور المدينة خصصة لإقامة مستشفى عليها ولكن مونتفيوري عدل خطته بعد ذلك بناء على نصيحة وجاهاء اليهود في القدس الذين اقترحوا إقامة مساكن شعبية على تلك الأرض بدلا من إقامة مستشفى نظرا لازدحام الحي الذي يسكنه اليهود داخل السور فبوشر ببناء تلك المساكن سنة 1859 ولما حاولت السلطات العثمانية إيقاف أعمال البناء لأنها تخالف تعليمات الفرمان الذي منحه السلطان لمونتفيوري تدخل القنصل البريطاني في القدس طالبا العون من حكومته التي أوعزت إلى سفيرها في إسطنبول بمعالجة المشكلة فصدر على إثر ذلك أمر يسمح باستمرار البناء وبعمله هذا وضع مونتفيوري ومن حيث لا يدري الأسس لأول حي سكاني يهودي في فلسطين وفي القدس بالذات وعرف فيما بعد باسم حي ياميم موشي الذي أصبح نواة للجزء اليهودي من المدينة الذي شيد خارج سورها وكان تدخل القنصل البريطاني في الأمر فاتحة لتدخلات عديدة مماثلة في المستقبل وإشارة للدور الذي قدر لبريطانيا أن تلعبه في دعم الكيان الصهيوني في فلسطين وحمايته خلال حكم الانتداب البريطاني وجاءت إقامة ذلك الحي بمثابة وضع حجر الأساس لأحياء مماثلة حيث قام يهود القدس حتى سنة 1892 بإنشاء ثمانية أحياء سكانية أخرى في الناحية نفسها من المدينة أقيم جزء منها بمساعدة صندوق مالي مزكيرة موشي ذكرى موشي الذي أسس تخليدا لذكرى مونتفيوري وترأسه ميخيل بينس وكلما كانت الدولة العثمانية تزداد ضعفا كانت الدول الاستعمارية تزداد نهما في الحصول على الامتيازات التي تخولها مزيدا من التدخل في شؤون الدولة العثمانية الداخلية جرى توسيع نظام الحماية حتى أصبح الكثيرون من اليهود والمسيحيين سكان الامبراطورية العثمانية بمثابة مواطنين للدول الأجنبية التي تتولى حمايتهم بواسطة قناصلها المتشرين في كافة أنحاء الامبراطورية بعد أن فقدت السلطات العثمانية الإدارية والتشريعية صلاحيتها تجاههم التي حولت إلى قناصل الدول الأجنبية وأصبحت بحدداتها إحدى الوسائل لتدخل تلك الدول في الشؤون العثمانية الداخلية وكانت السلطات قد منحت امتيازات الحماية سنة 1735 لفرنسا وسنة 1830 لكل من بريطانيا وهولندا والنمسا وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة وهكذا تصرفت القنصلية الألمانية في القدس التي افتتحت سنة 1842 فمنحت الحماية الألمانية لكل من طلبها من خلال تغاضي عن صحة المستندات التي قدمت لتأييد طلب منح الحماية التي منحت لكثيرين من اليهود الذين لم يكنوا فعلا من أصل ألماني وحدت دول أوروبية أخرى بعد ذلك حذو بريطانيا وألمانيا وأصفر هذا النشاط في نهاية الأمر عن ازدياد عدد اليهود الذين تمتعوا بالحماية الأجنبية بحيث بلغ مع منتصف الخمسينيات نحو خمسة آلاف نسمة أي ما يقارب نصف عدد اليهود في فلسطين آنذاك كان منهم نحو ثلاثة آلاف نسمة تحت الحماية النمساوية وألف نسمة تحت حماية بريطانيا وألف نسمة تحت حماية ألمانيا وروسيا وهولندا والولايات المتحدة ومن ناحية ثانية وسعت هذه القنصليات نشاطها مع مرور الزمن وأقامت فروعا لها في أماكن مختلفة في فلسطين خارج القدس وقد أزدت هذه القنصليات وفروعها المختلفة خدمات قيمة لليهود في فلسطين وساعدتهم على تعميق جذورهم فيها وذلك من خلال منعها السلطات العثمانية أحيانا حتى من تطبيق القوانين المعمول بها عليهم حتى صعب تصور وجود أي كيان لليهود هناك دون حماية القناصر الأجانب وكان نشاط القناصر ملموسا بشكل خاص في مساعدة اليهود على شراء الأراضي في فلسطين والاستيطان فيها ولقد كان قناصر الدول الأجنبية يوجهون اهتمامهم لليهود في الدولة العثمانية بحجة المحافظة على حقوقهم بينما كانوا يقومون في البلاد الأخرى بتوجيه لطهاد لهم وتحريض الشعوب ضدهم ليهاجروا إلى فلسطين ولينفذوا بهؤلاء المهجرين الضحايا المشروع الصهيوني الاستعماري الذي لم يكن يخطر على بال اليهود بأي شكل من الأشكال بعد عام 1840 وجه اليهود الغربيون من بريطانيين وفرنسيين وألمان ونمسويين وأمريكيين اهتمامهم نحو حقوق اليهود في الإمبراطورية العثمانية ومختلف الأقاليم التابعة لها والحائزة على قسط من الاستقلال الذاتي إن هذا الاهتمام وطورط كان نتيجة طبيعية للمكانة الخاصة التي أخذت الدول الأوروبية تحتلها في الشؤون العثمانية ولكن بريطانيا هي التي بدأت على نحو منظم ببسط رداء حمايتها فوق الطائفة اليهودية في فلسطين ومن جملة الذين نالوا الحماية أولئك المستوطنون اليهود الروس بعد أن أقدمت السلطات الروسية بين عامي 1847 و1849 على الموافقة بتسليمهم للحماية البريطانية ولقد جاء قرار بالمرستون عام 1939 بحماية اليهود عموما في فلسطين نتيجة لنفوذ وتأثير اللورد شافتسبيري وأدى تطوير النفوذ الغربي في المنطقة إلى تغيير لا يستهان به في أوضاع الطائفة اليهودية مثلما استخرج استجابات جديدة ففي المقام الأول كانت زيادة النفوذ الغربي تعني ارتفاعا لعدد السكان اليهود إذ بلغ عددهم 10600 نسمة عام 1856 وارتفع هذا الرقم عام 1876 في غضون 20 سنة إلى 13920 إن هذه الزيادة السكانية كما يلاحظ بين هالبرن لا يمكن نسبتها إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية أو غير ذلك من العوامل العامة التي أفادت البلاد ككل بل إلى الحقيقة التالية بين قوسين منذ عام 1840 فصاعدا كان القناصل الأوروبيون يقيمون في القدس ولقد عمدوا سوية مع سفراء الدول الكبرى في الأستانة إلى توفير حمايتهم للحجاج والمستوطنين اليهود من غير الرعاية العثمانيين الذين وفدوا إلى الأراضي المقدسة ولقد كانت دول الاستعمارية تحرص أشد الحرص على أن تكون واجهة النشاط الصهيوني من قبل بعض اليهود الصهيينة ليكون ذلك غطاء لها أمام اليهود الآخرين وأمام الرأي العام وسعى الرواد الأوائل من يهود ألمانيا في عام 1860 إلى الهجرة إلى فلسطين وقد تزعم هذه الحركة رجل يهودي يدعى هوفمان من بلدة ويرتمبرغ بألمانيا وكانت دعوته ذات مظهر ديني فأسس جمعية دينية عرفت باسم تامبل أو جمعية محبي القدس الشريف وقبل أن تبدأ الجمعية نشاطها المنظم أرسلت كل من رئيسها هوفمان مع يهودي آخر هو هاردغ وذلك في عام 1868 وطلبا من السلطان عبد العزيز ترخيصا بتأسيس مستعمرة يهودية ألمانية في الأراضي المقدسة يقطنها المهاجرون اليهود وبالفعل فقد تم لهم الإذن فيما طلباه فتوجه هوفمان وهاردغ إلى حيفا ومناطق أخرى في سوريا للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة والتخطيط للاستيطان اليهودي الألماني وفي عام 1869 بدأت قوافل وورتنبرغ تطأ أرض فلسطين حيث استقرت في حيفا وقام هوفمان بابتياع أراضي في يافا والقدس وأسكن فيها المهاجرين الألمان الذين أسسوا قرية صارونة التي تبعد عن يافا ثلاثة أرباع الساعة وقد أصابت الفاقة والعوز قسما كبيرا من المهاجرين لا سيما في حيفا فأنشأت لهم قرية والهلمة بين قوسين حميدية وذلك عام 1900 وكان لإمدادات الأليانس الإسرائيلي العالمي أثر واضح في تدعيم عمليات الهجرة والاستيطان بعد تأسيسه عام 1860 بفرنسا بواسطة ستة أشخاص من اليهود الفرنسيين البارزين وهدفه تحرير اليهود من الجهل وتشتت والدفاع عن مصالحهم حيثما وجدوا وكان الأليانس يولي أهمية كبرى لتعليم اللغة الفرنسية إلى جانب العبرية ولذلك بدأ بإرسال المندوبين إلى فلسطين لدراسة أوضاعها والبحث عن سبول لاستملاك الأراضي لتكون بمثابة نواة لمستعمرات يهودية تعد لاستقبال المهاجرين اليهود وقد نجح رئيس الأليانس أودلف كريميه النائب الإسرائيلي في مجلس النواب الفرنسي عام 1868 في الحصول على ميثاق من السلطان العثماني عبد العزيز يمنح الأليانس أرضاً تبلغ مساحتها 2600 دونم بالقرب من يافا بموجب عقد إيجار مدته 19 عاماً لإنشاء مدرسة زراعية وقد تم بناء مدرسة عام 1870 بتعاون مع البارون إدموند روتشيلد وعرفت باسم مدرسة شارل نيتر ممول عملية الشراء والبناء وهو يهودي فرنسي وعرفت أيضاً باسم مكفة إسرائيل أي أمل إسرائيل ولقد كان موقف عرب فلسطين من هذا النشاط المبكر للاستعمار الصهيوني هو موقف التصدي والمقاومة فقد أثارت هجرة اليهود إلى فلسطين تخوف عرب فلسطين من الاستيطان اليهودي فقد وردت أول إشارة مبكرة لذلك من القدس في رسالة نشرتها مجلة الجوائب اللبنانية في عددها رقم 356 عام 1868 ذكر فيها الكاتب عن قدوم أحد أعضاء الجمعية الإسرائيلية في باريس بين قوسين الأليانس إلى القدس وقال فيها بين قوسين إن مراد الجمعية أن تشتري حقولاً ومزارع في الأراضي المقدسة ليتعلم أولاد اليهود الزراعة والحراثة ويلفت الكاتب نظر الدولة العالية أن تنظر في أمرنا وتتدارك أحوالنا وإلا فإن اليهود لا يلبثون أن يجلون من هذه الأرض كما أجليناهم من جزيرة العرب انتهى الاقتباس ومنذ أن تأسست مسعمرة بتاح تكفا والتي تعني الأمل في عام 1878 احتج رؤوف باشا حاكم القدس التركي إلى القنصلين الألماني والروسي لانتشار فكرة أحلام العودة إلى فلسطين بين اليهود وأوضح الحاكم أن ما يفعله ضد هذه المستوطنات إنما هو لإزالة هذا الحلم وتشجيع عرب فلسطين فقاموا باحتلال الأراضي التي استولى عليها اليهود وتكرر الهجوم من العرب مع زيادة الهجرة إلى فلسطين وبالرغم من إعلان الموقف العثماني وإصدار قوانين عام 1882 الخاصة بالهجرة اليهودية إلى الدولة العثمانية فقد استمر اليهود في محاولاتهم لإقناع السلطان عبد الحميد الثاني وتوجه كثير منهم إلى القسطنطينية ليغيروا قانون الهجرة وكان في مقدمة من ذهب لهذه الغاية لورانس أوليفانت الذي طلب وساطة السفير الأمريكي ولكن هذه الجهود لم تثني السلطات العثمانية عن التمسك بقانون منع اليهود من الإقامة بفلسطين ونتيجة لازدياد شكوك السلطان بالتحرك الصيوني أفهم المبعوث اليهودي أوليفانت بأن اليهود يستطيعون العيش بسلام في أي جهة من السلطنة إلا في فلسطين وإن دولة العثمانية ترحب المتاهدين ولكنها لا ترحب بإقامة مملكة لليهود في فلسطين يكون أساسها الدين والحقيقة أن أوليفانت صدم من موقف السلطان العثماني وراح ينشر الدعايات ضده فما كان من السلطان إلا أن طرده من إسطنبول ومنعه من دخولها فأخذ المبعوث الصهيوني يكرر محاولته ثانية ووسط ستراوس وزير أمريكا المفوض في إسطنبول الذي اجتمع بالسلطان لإقناعه بالهجرة اليهودية إلى فلسطين ولكن السلطان أفهمه صراحة أن لا أمل ببقاء اليهود في فلسطين وعندما كانت الحكومة القيصرية تقوم بتحريض الجمهور على القيام بالمذابح ضد اليهود في عام 1882 وما بعدها كانت الحكومة نفسها تسمح للصهيونة بتشكيل الجمعيات للدعوة الصهيونية وتهجير اليهود خارج روسيا ليتوجهوا إلى فلسطين وكانت تلك الدعوة بتوجيه وتشجيع من جميع الدول الاستعمارية بالإضافة إلى روسيا القيصرية وكانت جمعية أحباء صهيون من أوائل الجمعيات التي شكلت في روسيا للقيام بهذه المهمة وقد كان لجمعية أحباء صهيون هذه دور بارز في تنظيم الهجرة اليهودية إلى فلسطين وبين عامي 1882 و1884 تأسست مستوطنات زراعية عديدة كان لها الفضل الأول في تأسيسها وقامت بنشاط ملحوظ لدى السلطات العثمانية ففي عام 1882 تقدمت من القنصل العثماني في أودسا للحصول على إذن بالهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها ولكن الحكومة التركية أوعزت إلى القنصل في نيسان أبريل عام 1882 برفض هذا الطلب وإشعار جميع اليهود الرغبين في الهجرة إلى الدولة العثمانية بأنه لن يسمح لهم بالاستقرار في فلسطين على أنه لا يعني ذلك السماح لهم بالهجرة إلى المناطق العثمانية الأخرى والاستقرار فيها كيفما شاءوا بل عليهم أن يصبحوا رعاية عثمانيين وأن يقبلوا تطبيق القوانين المعمول بها في الإمبراطورية وقد كانت دولة العثمانية وخاصة السلطان عبد الحميد الثاني نفسه على طلاع بتلك القطط الاستعمارية ولقد كانت الشكوك التركية في الهجرة والاستيطان اليهودي قديمة كما شرح ذلك القنصل البريطاني في القدس بالش في رسالته إلى السفير أوكنر في الأستانة في 16-22 نوفمبر عام 1907 وهو يوضح تطور الموقف العثماني من التدفق اليهودي وأضاف أنه حين طهد اليهود في روسيا سنة 1881 و1882 لم يكن لسكان اليهود في فلسطين أية أهمية ولكن منذ 1882 بدأ تيار الهجرة يتدفق ومرت خمس سنوات قبل أن تتحقق الحكومة التركية من أن هناك خطرا ينجم عن استيطان اليهود الأجانب بأعداد كبيرة داخل إقليمها وفي عام 1887 فقد صدرت الأوامر الأولى من أجل الهجرة وظلت هذه الأوامر تتكرر دوما بتعديل طفيف وكانت الأوامر الأولى التي وجهت إلى حكام القدس ويافا تسمح لليهود بالدخول إلى البلاد فقط كحجاج أو زوار وكل يهودي يصل إلى يافا عليه أن يدفع خمسين ليرة تركية كتعاهد بأن يغادر فلسطين خلال واحد وثلاثين يوما واستمر تهجير اليهود إلى فلسطين يزداد بازدياد المذابح التي تقع عليهم وبازدياد النشاط الاستعماري وقناص للدول الاستعمارية التي تعمل في هذا الاتجاه وكانت وفود المهاجرين تفيد إلى الأرض المقدسة دون أي سند اللهم إلا نظام الامتيازات الأجنبية الذي كان سائدا في الإمبراطورية العثمانية والذي كان يبيح للدول الأجنبية التدخل باسم حماية رعاياها لتوفر لهم في ممتلكات الدولة العالية وضعا يفضل وضع المواطن الأصلي في كثير من الأمور وفي الأستانة حث هيرزل الوزير المفوض اليهودي الأمريكي على مواصلة جهوده مع الحكومة العثمانية للحصول على بعض الامتيازات الخاصة باليهود وبالفعل فقد حصل على بعض الامتيازات منها حرية سفر المبشرين وتنقلاتهم في آسيا الصغرى وعدم التمييز في المعاملة بين الأمريكيين المسيحيين والأمريكيين اليهود أي السماح لليهود الأمريكيين بالسفر إلى سوريا وفلسطين فلقد أبرق فاروق بيك وزير تركيا المفوض في واشنطن إلى السلطان عبد الحميد يقول له لقد أتمنت مباحثاتي مع وزارة الخارجية الأمريكية وتفقنا على عدم السماح للمبشرين واليهود بدخول سوريا وفلسطين فما كان من السلطان إلا أن أعلم الوزير الأمريكي بهذه الاتفاقية فاستفسر ستراوس من وزارة الخارجية الأمريكية عن مدى صحة برقية فاروق بيك إلى السلطان فنفت وزارته هذا التقرير وهذا الزعم فأطلع السلطان على رد وزارة الخارجية الأمريكية وطلب منه عزل فاروق بيك إلا أن السلطان عبد الحميد ابتسم لستراوس وقال له إن فاروق عزيزا علي كأحد أبنائي ويدين لي بتربيته وانصرف ستراوس سيائسا وضعت الامتيازات والانتصارات وكان هذا الموقف الذي اتخاذه السلطان يعني موافقته على ما جاء في تقرير فاروق بيك بغض النظر عن صحته ولعل السلطان هو الذي أوحى لفاروق بيك إرسال ذلك التقرير كي تتملص حكومته من تلك الامتيازات مما أدى إلى توتر العلاقات الأمريكية العثمانية ومغادرة ستراوس الأستانة في عام 1899 وكان نشاط الأمريكان في هذا المجال ملحوظا أيضا إذ لم تكن أمريكا أقل تطلعا إلى تنفيذ المشروع الصهيوني من دول أوروبا الاستعمارية وقد قام الأبو سيلاميول بجهود كبيرة في هذا الميدان وكان الأبو سيلاميول قد أرسل للعمل في القنصلية الأمريكية في القدس عام 1882 وتولى إلى جانب منصبه الديني وظيفة مراقب وخبير في شؤون المنطقة وقد عمل ما يقارب ثلاثين عاما في القنصلية الأمريكية في القدس وتعرف عن كثب عن أهداف الهجرة اليهودية والحركة الصهيونية ونظرا لخبرته وكفاءته في الميدان السياسي أصبح عام 1891 قنصلا في القدس مكان القنصل السابق هلمين ويذكر سيلاميول أن جميع القيود التي وضعها الأتراك على الهجرة اليهودية لم تثمر ولم تصد التيار الجارف وبلغ عدد المهاجرين اليهود الذين كانوا يستقرون في البلاد كل عام نحو سبعة آلاف وهذا العدد هو العدد الصحيح الذي توصلت إليه تحرياتي مع الدوائر اليهودية أما الحكومة التركية فتقدر العدد بأربعة آلاف فقط لأنها تبني تقديراتها على عدد المهاجرين الذين يأتون عن طريق يافا فقط مع أن اليهود الآن تعلموا أساليب تهريب فهم يتسللون من بيروت ومن غيرها حتى يتفادوا مراقبة السلطات ولعبت السياسة البريطانية والأمريكية دورا فعالا في إنجاح عملية التهريب وشراء الأراضي بأساليب ملتوية وكان ستراوس وزير أمريكا المفوض في إسطنبول منذ عام 1881 وهو يهودي ومن بعده الوزير المفوض سالمون هيرش وهو يهودي أيضا قطى وسط لدى سعيد باشا أحد كبار المسؤولين في الحكومة العثمانية بالسماح لليهود بتمديد زيارتهم للأراضي المقدسة من شهر إلى ثلاثة أشهر وهو الذي اتجه إلى يافا لتدخل لدى السلطات العثمانية المحلية لإطلاق صراح أربعمائة مهاجر يهودي كانوا في السجن بعد اتهامهم بالدخول خلصة إلى فلسطين بطريقة غير قانونية ولقد وجدت الدول الاستعمارية مع الأسف من الموظفين الأتراك من يعاونوها على تنفيذ مخططاتها نظير ما يتقاضونه من رشوة وما يقدم لهم من هدايا والجدير بالذكر أنه خلافا للموقف العثماني الرسمي الممثل بسلطان وحكومته فإن الإدارة العثمانية المحلية في فلسطين كانت تتحايل على القانون وتتعاون مع القناصل الأجانب والمهاجرين اليهود لتسهيل دخولهم إلى فلسطين دون تسجيل أسمائهم على اللائحة الخاصة بالزوار وهكذا استمرت الهجرة اليهودية عن طريق رشوة الموظفين العثمانيين ومعونة قناصل الدول الأجنبية لسيما القناصل الروس والألمان والإنجليز والأمريكيين خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد حددت هجرة اليهود إليها أيضا عام 1882 وظل العمل بنظام الحماية الذي تمتعت به الدول الاستعمارية إلى ما بعد سقوط السلطان عبد الحميد الثاني بل وازداد تدخل تلك الدول في شؤون الدولة العثمانية بعد استيلاء الاتحاديين على الحكم ولكن بعد أن انكشف موقف الصهاينة اليهود وبعد أن شعر الحكام الجدد إلى أي مدى تورطوا في تعاونهم مع الصهاينة والماسونيين المرتبطين بالاستعمار الغربي عمدوا إلى تغيير موقفهم من اليهود إبان الحرب أيضا فقد ألغت تركيا امتيازات الحماية التي كان المواطنين الأجانب ومن ضمنهم المهاجرين اليهود يتمتعون بها واعتبرت تركيا يهود روسيا مواطني دولة معادية كانت في حالة حرب مع تركيا فاضطر حوالي ثلاثين ألف يهودي إلى نزوح من فلسطين وبذلك وصل عدد السكان اليهود فيها في نهاية الحرب إلى نحو ستة وخمسين ألف نسمة بدلا من خمس وثمانين ألف عند بدايتها بل ونال اليهود أيضا في فلسطين نصيبهم من سياسة الاضطهاد والتي انتهجها جمال باشا في سوريا الكبرى فقامت السلطات العثمانية بحضر النشاط الصهيوني في البلد وأمرت بحل كل المنظمات الصهيونية العاملة فيه وقام جمال باشا بنفي عدد من الزعماء الصهيونيين البارزين من فلسطين وكان من بينهم ديفيد بنغوريون وإسحاق بن زئيفي وغيرهم كما اشتدت الإجراءات القمعية ضد اليهود في أواخر عام 1917 عندما اكتشفت السلطات العثمانية شبكة تجسس نيلي وتعمل بين يهود فلسطين لصالح بريطانيا ونتيجة لذلك فرض الأتراك حصارا حول بعض المستوطنات اليهودية ونكلت بسكانها واعتقلت أعدادا كبيرة منهم وأعدمت بعض قادة شبكة التجسس نيلي وزاد من حدة الإجراءات التي اتخذت ضد سكان المستوطنات اليهود الاضطراب الذي ساد في صفوف القوات التركية مع بدء الهجوم البريطاني من سيناء على جنوب فلسطين ولكن ذلك كله لم يكن له أي تأثير يذكر على مجرى الأحداث بعد أن تأكدت هزيمة تركيا وحليفتها ألمانيا وأصبح انتصار الحلفاء ومن ثم وضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ مسألة وقت وهذا ما حصل بالفعل ونستكمل رحلتنا مع هذا الكتاب الشيق في الحلقات القادمة إن شاء الله أشكركم على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة